نرجع معكم مشاهدينا مع ضيفنا لليوم الأستاذ إدمور رزق مع عالي الوزير والنقب السابق نحن عم نسمع التقرير اعترضت على موضوع بما يختص بانتهاء ولاية الرئيس أمين جميل لا ما اعترضت قلت أنا أنه مش المجلس لم يستطع من لم يستطع منعوا للمجلس بالقوة أنه يجتمع وصار فيه طواطق والفشل الزريع اللي بيسجلوا كل عهد هو أنه بينتهي بدون ما يأمين الخلافي طبعا من منع الرئيس أمين جميل من انتخاب مش مش الرئيس أمين جميل من منع مجلس النواب بالقوة حوصر النواب في منازلهم وقطع الطرقات حتى لا يصلوا إلى مجلس النواب خلينا نحكي قضينا كل هالفترة والشعب اللبناني يعيش بالمغمغة وبالتكاذب نعم فيه أخطاء حصلت تفريغ رئيس الجمهورية حصل إراديا لا السوري ولا الأمريكاني ولا الإسرائيلي ولا الفلسطيني ولا حدا آخر التهافت على الكراسي والتزاحم على الكراسي وشعور أنه هالكرسي هي كل شيء هو اللي فشل النظام اللبناني خلال هالفترة ولمن حصل هذا الفراغ والاستئثار بالسلطة والتمرد على السلطة وتفسيخ السلطة حكمتين ولا مثاق ولا اللي عبي يحكوا عن المثاق اليوم كان مفروض أنه يومتا يحافظوا عليه لأنه بلش خرق المثاق من قبل مش هلأ عبي يخرق المثاق تكلم فخيمة الرئيس بخطابة القسم عن اتفاق الطائف نعم حضرتك وكبت مرحلة اتفاق الطائف وما بعد اتفاق الطائف ماذا يا نص اتفاق الطائف وليش كل هالناس كلهم متمسكين فيه اتفاق الطائف كان المحاولة اليائسة اللي قاموا فيها من تبقى من النواب اللبنانيين كان من اصل تسعة وستعين نايم توفى الله خمسة وعشرين قبل الطائف في احد عشر ما قدروا راحوا على الطائف لأسباب شتى منها صحية ومنها سياسية واثنين وستين نايم راحوا على الطائف توصلوا الى صيغة لإحياء الكيان اللبناني التعدد الموحد بنوع من الشراكة سميناه عهد حياة وعقد شراكة يعني تعهدنا على البقاء معا وعدم تقصيم البلاد وتشتيتة وتفتيتة لأنه لبنان مثل ما قلنا وبعدين ردد ذلك وتبني الكثيرين أنه أصغر من أن يقصم وأكبر من أن يبتلع حاولنا الحفاظ على هذا الكيان موحدا بالرغم من الظروف ومن الوضع المتردد راحوا النواب على الطائف كان صروا أكثر من سنة مفرغ رئيسة الجمهورية رئيسة الجمهورية فرغت بالقوة ما خلوا المجلس يجتمع وما كان فيه قدرة على أنه يرجع هالبلد يستجمع نفسه بدون طيغة ما مؤتمر الدار البيضاء قمة الدار البيضاء العربية أخذت مبادرة لدعوة النواب اللبنانيين إلى الطائف لعقد اجتماع ومحاولة إنقاذ هذه الصيغة اللبنانية يقال مع الوزير أنه هذا الاتفاق جاء بدعم أو بتوجهات أمريكية سعودية وبموافقة ومباركة سورية لا لك شخص هذا حكي حكي مجاني وهيك سطحه المبادرة العربية وتأييد دولة مباركة دولية ولكن اللي اجتمعوا بالطائف كانوا النواب اللبنانيين مثل ما قلت لك 62 توفى الله منهم 41 بعد سيء من رعيل الطائف 21 فقط لغاية حاولنا من خلال لجنة الصياغة ما سميها لجنة الصياغة والرئيس حسيني دايما بسميها لجنة العتالي يعني اللي حملت الأوزار توصلنا إلى صيغة محترمة وكويسة وتبقي على الكيان الموحد وترسي أسس الشراكة في حمل المسؤولية مش الحصة متل ما هلا أبطير وقبل طارد انه هايذي الحصة لنا وهي الحصة لكم مش حصة لبنان مش حصة لبنان دولي قائمة بزيتا واعتبرنا انه هذا الكيان بنظامه لجرى تعديل الدستور وفقا للإصلاحات التي تفق عليها في الطائف ووضعناها هايذي وانا وضعتها بتكليف من مجلس وزراء كنت وزير عدل وأقر مجلس وزراء وقر أصدقها من مجلس ديابي اسمح لي معالي الوزير أنا في موقع اليوم عم بسأل مش بموقع الدفاع بس مشان نكون أسئلتك أنه عم تستفز تفضل اسمح لي معالي الوزير اليوم باتفاق الطائف كان في صلاحيات لرئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف مع اتفاق الطائف نزعد كل الصلاحيات من رئيس الجمهورية يعني لم يعد رئيس مين بيقول هايك اي صلاحية مثل عن اي صلاحية عب تحكي يعني كان يستطيع على رئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب يحل بيش يحل يحل حل حل يعني سمح صحيح وحتى الحكومي يعني اليوم ما في صلاحية لرئيس الجمهورية كان عنده صلاحية انت استعمال استعمالها مرة واحدة بتاريخ لبنان وفجرت البلد صار في حكومتان لم يكن هناك اي صلاحية قابل الاستعمال وانما كان في نوع من بعض الصلاحيات اللي نسميها التي تعطى للرؤساء في الانظمة الرئاسية ونحن نظام برلوماني هلأ انا ما بدي اعمل جدل دستوري ولكن بدي اقول الاتي نعم صدر كانت الصلاحيات بعدها مثل ما هي وما كنا اضطرينا لان رؤى الطائف ولان عبدالدستور لو لم يقم من قام في ذلك الحين لاسباب شخصانية بمنع النواب من انتخاب رئيس جمهورية تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية هو السبب الاساسي لعقد مؤتمر الطائف والتعديل الدستوري كنا بحالة هزيمة لبنان كله كان مهزوم اشهر سبعة اثنين اشهر والبلد ما فيه نقطة ماي ما فيه نقطة بنزين ما فيه حب الدواء ما فيه رغيب خبز والناس بالملاجئ ودلاصف من كل الجهات وحروب عباسية عب تفتح وتشرع بقى هالنواب ما فيه غيرهم فيه دائية خطوا دمهم على كفهم وجاوبوا مع المبادرة العربية مع تأييد دولي واجتمعوا اما انه شو راحوا النواب يعني كسدورة على الطائف لحتى يشيلوا صلاحيات الرئيس الصلاحيات اللي بقيتلوا للرئيس لأكثر من اللازم وكافي ولكن بدها ممارسة وجدانية عاقلة واعية حكيمة جريئة وتجاعة هلأ بهالعهد هذا ان شاء الله انه يتيح للي عندهم تصورات انه ما فيه صلاحيات او في صلاحياته بدها اه قوة جسدية تحت الواحد يفرض رأيه لا بش هيدا هو هيدا الوطن وهيدا الدولة وهيدا الجمهورية هيدا كيان بده مقاربة حكيمة ووجدانية و شيء من الخبرة والمعرفة اما انه نواب شيلوا صلاحيات رئيس جمهورية لا ما شيلوا صلاحيات كان فيه صلاحيات بس ما تبقى لرئيس جمهورية من صلاحيات تقل لي مثلا حل المجل و صار فيه بالعهد السابق حالات اكتر من مرة تسبح له حل المجلس ما حل المجلس لشو حل المجلس هيك مسألة سهلة يعني متل وقت اللي حكومة حكومة غير مساقية وغير مكتملة وما فيها مسلمين ولا اخدي الثقة بتحل المجلس كمان اللي راح على الطائف حتى ينقذ الجمهورية يعني اخر امل للجمهورية بالانقاذ هو كان اتفاق الطائف واليوم كل اللي عارضوا اتفاق الطائف بالاول هلا بيبايعوا وبدون الطائف وبعتقد بخطاب القسم للرئيس عون فخامة الرئيس المنتخب اليوم بيقول انه بدوا طبق اتفاق الطائف صحيح وين المشكل ليش ما طبقناه بالاول اتفاق الطائف وليش رحنا على الطائف بالاساس هيدا البلد لازم يصير فيه محاسبة ومراجعة يعني ماننا نراجع كل واحد شو اخطاء ونصحح من هون ورايح اما كلنا معصومين وبالنتيجة ليه وصلنا لهون ليش هالادعاء العصمي انا بتدعي اني معصوم وانت ادعي انك معصوم بنحط الحق على الطبر الخامس وعلى الفئة التالتة والفئة الرابعة والاجالب والروس والسوريين والايرانيين والتعوديين طيب نحن شو مسؤولياتنا بدنا بنعمل يوم هذا العهد اما ان ينجح بمواجهة الحقائق واما ان يفشل اذا بدو ضل كل واحد مننا يتشكع على الثاني ويحطر الواحد الثاني عطلوا المجلس والرئاسي هلأ تنتيلوا نص هيدا هيك حصل يعني لا لا كما تطاعف حد اعطلوه مين عطل بدنا نتوقف دقيقتين بدنا ننتقل للأصر الجمهوري مع زاملتنا نادين نقطع الاتصاد نرجع مكمل معك مع الوزير كنا عم نحكي عن اتفاق الطائف نعم ما هي البنود الأساسية اليوم سمعنا فخيمة الرئيس حكي عن تطبيق اتفاق الطائف وسمعنا كل الرؤساء اللي تعاقبوا بعض اتفاق الطائف من الرئيس الراحل اليس الهراوي وصولا إلى فخيمة الرئيس ميشيل سلايمين واليوم مع فخيمة الرئيس رئيس الطائف اللي اغتيل والتشهد هو رنام عوض صح مع اغتيال رنام عوض قطيحت الجمهورية واتفاق الطائف ونحن بالحكومة الأولى مع بعض الطائف حاولنا أولا من خلال تعديل الدستور وبعدين من خلال التصرفات والأداء اللي إمنا فيه أنه نطبق واستطعنا أنه نطبق ولكن ابتداءا بين الحكومة الثانية بعد الطائف وانتاج مجلس نواب منه تعيين بالأول ثم بأنون معلب هيدا لدمر الجمهوري خلاني ننتقل مباشرة لأصرب عبدة مع زميلتنا ندين ندين الاتصال لألك نعم ألكساندر إلى جانبي سعادة نيب عباس الهاشم بدأ أسألك شو رأيك بالطريقة اللي صارت فيها اليوم الانتخابات يعني مع الأسف الشديد ولكن بلاش ما نتطلع بشو اللي صار خلاني نلتفت فقط للنتيجة نحن دايما نطوي أخطاء غير نتجهنا وننطلق بقلوب مفتوحة وبإيديا ممدودة لحتى نواكب كيفية نهضة لبنان بلاش ما نفوت بتفاصيل بتزعج الأهم أنه نصل للقناعات ونركز على بناء الدولة القوية القادرة العادي هل بتعتبر أنه هيدا ناصر للتيار الوطني الحر ولا كمان للشعب اللبناني ناصر لكل الشعب اللبناني ليس هناك من نصر محدد لفئة لحتى يكون النصر للتيار الوطني الحر يجب أن يكون لمجمل الشعب اللبناني وكافة أطيافه على كل المستويات السياسية والطائفية والمذهبية حتى كما إذن سمعنا لأليكساندر شكرا لأليك زاملتنا نادين من الأسر الجمهوري ببعبدا نرجع لك مع الوزير الدستور والمثاق سنتان ونص من الفراغ الرئاسي من بعد انتهاء ولاية فخامة الرئيس ميشيل إسلامان سمعنا كثير عن مفاهيم الدستور عن المثاق كل فريق سياسي كان يحكي عن المثاق والدستور من منظره الخاص حضرتك مراقب ومتابع ويعني واضع أسس الطائف ما هو المثاق وما هو الدستور بالمفهوم الحقيقي لأله قلت لك أنا سميني وهذه في محاضرة منشورة بالكتاب الثاني تابع لقاء الوثيقة والدستور ألقيته في بيت المحامي بدعوة من نقابة المحامي اتفاق الطائف هو نوع من الصيغة التي توصلنا إليها لإرساء عهد الحياة معنا ووضع أسس للشراكة في المسؤولية مش حصص شراكة المسؤولية نحن مش شعوب نحن شعب لبناني والدستور بتسمي بالمدى 27 النائب يمثل الأمة اللبنانية جمعاء صح يعني في أمة لبنانية ولما يقسم هلأ أقسم الرئيس عون على الدستور قال أن أحترم دستور الأمة اللبنانية الأمة اللبنانية هيدا موجودة بالدستور وقلنا نحن أنه لبنان عربي الانتماء والهوية نعم الهوية بمعنى شرحناها ميثاق يحفظ المواسيق ميثاق جامعة الدول العربية عروبتنا هي مسجلة في ميثاق الجامعة العربية مش فقط دم ولا قصة مزايدات نحن أساس بالجامعة العربية من مؤسسيها لما كانوا سبع دور ولبنان يلتزم مواسيق الأمم المتحدة عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة وأضفنا ذلك بالدستور يلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كل تشريعاتها لازم تكون متوافقة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقلنا بالدستور بالمقدمة إنه كل التشريعات يجب أن تنسجم وتنطلق من هذه المسلمات فإذا نحن كنا عارفين شو عم نعمل عم نحط أسس حتى بأكثر الدستير الدولية تقدما ما فيها النصوص هذه ولا فيها التأكيد على النظام الحر على حرية التعليم وعلى حرية المعتقد وبعدين للخروج من الحالة الطائفية عملنا آلي حطيناها بالمدية 95 في هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية ولكن شو تنطلق أولا تتألف من رئيس جمهورية ورئيس طائل المجلس نيبي والحكومة وشخصيات فكري واجتماعي وسياسية عند الخبرة وعند الرؤية من يختار هذه الشخصيات بالطبع تتألف هذه بشكل توافقي لأنه عمل هذه اللجنة عمل هذه اللجنة هو تقديم المشروع والمقترحات يعني هذه المقترحات بده يكون هذا معترف فيه أنه رجل فكر ورجل اجتماع وأنه عنده باكراوند علمي بأهله أنه يكون بهذه الهيئة وتعطي مقترحاتها لإلغاء الطائفية من أساسها ما فيك تلغي الطائفية السياسية وانت بعدها كل أحزابك طائفية وكل السياسك طائفية ومذهبية ما في قانون الأحوال الشخصية ما في الطائفية أول شي بدك تعمل قانون موحد لأحوال الشخصية أول شي بدك تعمل وبدك تمنع أي عمل سياسي بغطاء ديني ما بجوز يبقى أي حزب بتسمية دينية على الإطلاق وإلا بتكون عبتلغي الطائف مش عبتلغي الطائفية نحن ما نلغي الطائفية والطائف بدنا نضل حافظين هاي دي مكونات أساسية للشخصية اللبنانية بس مكونات ثقافية مش مكونات حربية مين بده يقشط الثاني ومين بده يستقوى على الثاني لا لذلك القصة بده تربية وبده ثقافية من اللي معها بيفهموا بالعكس يعني كل شي صدر الشارحين للموضوع بياخدوا سطحيا أنه كان فيه عند رئيس جمهورية صلاحيات أي رئيس جمهورية ميرت هذه الصلاحيات شعر الخوري بارثة عندما قامت ثورة بيضاء استقال ثورة بيضاء ما نزل الجيش ما قال لحد إجا كلف فؤاد شعب قائد الجيش الأمير اللواء وقته ما كان فيه عماد قال له استلم خلال أربع أربع تيام أمن انتخاب رئيس جمهورية مين هل اللي سمح لنفسه يبقى بثلاث عهود أشهر سنوات من دون انتخاب رئيس جمهورية وكلهم بيدعوا أنه هن ينجحوا هذه العهود الفاشلة بدك تعمل لايك بدك تعمل حساب القصة مش قصة أنه نحنا جايين عم نعمل كور هلأ بالدستور أو عم ندافع عن الطائف أو كين طائف أولا ما كناش مضطرين روح على الطائف تانيا لأنه رحنا على الطائف وتوصلنا لهذا الصيغة مفروض الكل يمشوا فيها اللي ما مشوا فيها هني أجهدوا واللي هلأ كلهم عم بيقولوا بنييها ما بيجوز إطلاقا نحنا هلأد يكون عنا ازدواجية بالموقف لا بس هني مع الوزير يتسلحونا بموقف يقولون أنه لبنان كان تحت سلطة الاحتلال السوري أينت بفترة الطائف أنا أزعم وأقول أنه نعمل اتفاق الطائف خلافا للإرادة السورية ولذلك ولذلك صار اغتيل الرئيس الشهيد روني معوض ولم يطبق الطائف لو كان الطائف بموافقة سورية كان تطبق بالقليلة لكن خرج العماد عون ب13-20 نتيجة الاشتياح السوري لتطبيق اتفاق الطائف يعني أنه أنا عماد عون عماد عون صار رئي الجمهورية ورئي الجمهورية كل لبنان صح وأنا عندي ثقة أنه أداءه رح يكون أداء رئيس دستوري استفاد من التجارب ما بنا نحكي عن هذه المرحلة إطلاقا لأنه فيها جدالية كبيرة نحن نعيد فيها جدالية كبيرة ما خلينا نتخططها هل الجيش السوري اشتاح أصر بعبدة ولا أو لم يشتاح لماذا اشتاح أصر بعبدة أنا أريد أسألك أنا أريد أقول لك أنت أريد لماذا اشتاح لأنه أعطي الزريعة أنا بمذكرات الرئيس البغفور إله ديال تهريوي قال أنه إدمون رزق بمجلس الوزراء كان معارض صحيح العملية العسكرية إيلا صح أنا كنت معارض ولا أزال بقول أنه كانت ما لازم نلجأ لأيا بس كذلك الأمر أنا ما كنت موافق على هاتبت رسيبي القطر وأنه نحنا نغير التاريخ هلأ ينتغير التاريخ إله أسلوب هلأ جئنا كل نعيفنا مع الطائف لماذا بالأول لم نكن مع طائف لم نكن مع طائف والذي نقول مع طائف دعونا ننفذ صنعوا كل الأفريقياء اللي يقولوا انهم مع الطائف ما نننفذ طائف خطة أحمر ونحنا مع طائف وين طائف شو الطائف طائف هو حل كل الميليشيات اللبنانية وغير لبنانية وما بيبقى شفرة إلا مع الجيش لبناني هو العودي خليني كفيلها نحلت مع الوزير الميليشيات أي نحلت الميليشيات ما نحلت الميليشيات نحلوا الناس اللبنانيين اللي حلوا نفسهم القوات اللبنانية الوحيدة اللي جاوبت بسلبت صلاحها وبعدين حركة أمل يا أخي لقلك شغل حركة أمل سلمة سلطة سلمة سلطة من أيام الرئيس الجميل هي وبالسلطة شو بيك 29 سنة بالسلطة الفصائل الفلسطينية لم تسلم سلاحها بقية المخيمات فصائل الفلسطينية راحت كلها رجعوا للدوة راحوا بالبحر على تونس رجعوا للدوة أعطوهم بسكوريات وعطوهم إقامات وعطوهم جوازات مرور مين عطاهن مين عطاهن تسأل المدير لأمن العام السابي اللي حاكموا ووقفوا باك إذا بدكم تفتحوا كل هالمجال هذا تنبش كل الأبور بدوا صير فيه ذاكرة لبنانية صحيحة مش مريضة بتتذكر من قام بماذا وليش وصلنا لهون ووين الأخطاء هيدا نحن عنا بالدين المسيحي أهم ممارسه فخص الضمير تليها التوبة حتى ترجع تكون إليك حق تتقبل جسد المسيح بحالة النعمة أما أنه نحن ما عملنا شي كلنا الدسين والحق على غيرنا ليش صرنا لهون بعد ما كان فيه كان فيه كل الصلاحيات مع رأي الجمهورية ليش طرها ليش لأنه لم تمارس بأخلاقية هل أنت مؤمن اليوم مع الوزير أنه مع انتخاب الرئيس هل الصلاحيات أو تطبيق اتفاق الطائف سيسلك الطريق الصحيح لألك شغلي الصلاحيات اللي عنده إياها حاليا بالدستور رئيس الجمهورية كيف عن شرطي مارسها بواعي وبحكمة وبجرأ وبشجاعة عنده صلاحيات مطلقة وشاملة لأداء المهام الموكة لإليه بالبيدي التعوى أربعين هو رئيس الدولة هو رمز وحدة الوطن ما فيه كون فئة أوه إذا ما كان رمز وحدة الوطن يفشل مش رئيس حزب خلط رئيس جمهورية ومش أنه جاي مارونة جاي بالكنيسة معه المارونة والسنة والشيعة والدرزة والأرثودوكسي والكاتوليكي والأقليات بنطاق 16 طايفة كلها يتن بالنتيجة في بوتقة لبنانية إذا ما كنت بالبوتقة لبنانية بتكون خاين هي خيانة بتكون شو بدك تميل نفسك عن مين وتقول أنا والميساق الميساق هو ميساق العيش المشترك أنه القبول بالشراكة مش أنه أنا ألي حق مكتسب بإسم الميساق حكومة الحكومة الثانية اللي تألفت ما كانت ميساقية سنة 8 لأنه ما فيها ولا ميساق كان وأقيل سليم الحص خلافا لي روح الميساق وبقي وصار عندك حقومتها شو الميساق يعني الميساق ساعة البدك بتقول هيدا ميساق وهيدا مش ميساق حكومة ما كانت ميساقية ما فيها ولا ميساق وحلت مجلس نواب وما مع أي صلاحية ولو تنحل مجلس الوقت كان لعوض مسليمتك لبنان اللي عبيقوله اليوم ننطبق الطائف وين كان لبنان بدك ترجع تحيسب ذاتك ستعرف تحيسب الآخرين نحن اليوم مع العزير أميل مرحلة مرحلة جديدة ماذا تطلب من الحكم الجديد ماذا تتوقع أنا أتمنى للحكم الجديد أن يستوعب التجارب التي مر بها و يستكمل المعلومات والمعطيات عما يجب القيام به لأجل الحفاظ على الكيان اللبناني التعدد الموحد نحن عنا 18-13 طائفة هذا كل طائفة بدأت تدعي أرجحية وتتسلح وصارت هايدي ودمرت البلد وبعدين بدي أقول شغلي أنه العيش المشترك هو صمام أمان للجميع ويحمي كل طائفة من نفسها لمن انفردوا أخواننا الشيعة بنفسهم قتلوا بعضهم بين الحركة والحزب لمن انفردوا بعضهم بنفسهم كذلك الأمر صار فيه مدابح ومجازل لازم نتذكر هالشيء ومش أنه يلا كله مرأ 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 بس ما نستفيد منه حتى ما يتكره هل ورقة التفاهم أو ورقة النواية العشر اللي تم إعلانة بين القوات اللبنانية والطيار الوطن الحر أليست بادرة حسنية تجاه هذه التجارب الماضية أقلها أكيد 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 وكل التفاهمات مع حزب الله ومع كل تفاهمات لبنان لا يمكن أن يقوم إلا على التفاهمات بس مش ثنائية بس ثنائية بدأ تكون تفاهم يضم الجميع وهذا حصل بانتفاق الطائف وأن الدستور خلينا نطبق الدستور ما بدك تفتش عن وسيلي وكيفي طبق الدستور وأنا برجع بقول لك عندي ثقة أنه الرئيس العماد عون سيعرف تماما كيف يتعامل مع الوضع لعدم إهدار فرصة تاريخية لإحياء الصيغة اللبنانية التعددية الموحدة نحن صيغة تعددية ولكن موحدة تعرف كيف قلنا ذات يوم بخطاب من خطب مغفور له الرئيس اليستركيس قلنا ما يأتي ما معناه إن كان طيب العيش ذات يوم قد فرقنا فإننا نعمل بما معناه يعني للعبور من الوحدة في الألم إلى الفرح في الوحدة حالو عرفت كيف كنا موحدين في الألم من هنرجع نفرح بوحدتنا اليوم في فرصة العماد عون عنده شعبي كبير وعنده تاريخ وقائد جيش تابق وهو طاحب مواقف وعنده شجاعة أدبية وشجاعة سياتية ووطنية نحن نعوّل كثيرا على هذه المرحلة لتأكيد تمود الكيان اللبناني بوجه المتغيرات وخصوصا بوجه الضغوط التي يتعرض لها أمنية واقتصادية واجتماعية في عالم محكوم بالأحادية وبالردات الردات المذهبية التي تطيح أسس الأديان وتنقض الأديان السماوية وتبدع أو تبتدع أديانا جديدة تمزق الإنسانية وتدميها نحن هون بلبنان مفروض فينا أن نستوعب شو رسالة هذا الوطن الوطن الرسالي مثل ما تسميه أداة البابا القديس يوحن أبو للتاني لازم نستوعب شو هن أبعاد هذه الرسالة حتى نقديها أما أنه العملية صقفة عملية سلطة من أن نوصل على السلطة لناخد حصص لحتى نستعود لنعود لنوزع لحتى نفرض نفسنا ونقبد استنساخ مجالسنا وحكوماتنا ورؤسائنا مش هيدا لنه هيدا من تراثنا ولنه من أدبيات الشعب اللبناني مع الوزير هل تعتقد أمام الأزمة القائمة بسوريا وهل انفتاح الحدود هل الملف الأبني قادر أنه قادر الحكومة مع العهد الجديد أنه تعالجه برأيك أنا برأي أنه نحن مع مساعدة دولية اقتصادية ورعاية دولية وتفاهم بس قوم يا عبدي لأقوم معك إذا نحن ما أظهرنا قابليتنا للحياة بشيلوا إيدهم مننا قلوا هاو دي بالخرج لا يعملوا دولي ولا يعملوا وطن هاو دي عبق جديد ونحن حملنا الآخرين كثير من أوزارنا بس هلأ نحن عم نحمل كمان عن غيرنا نحن يعني بوضع يستدعي المساعدة الجدية بدءا بالشعور بالمسؤولية عنها ما فيك تضل هالأد مستلشئ بالوضع وانه يلا هيدا وهيدا يعني انه عنا وزراء وعنا نواب وعنا رؤية يا حبيبي شو المهمة تابعه وانه شو الهدف من شغله أنا بعتقد في فرصة كبيرة اليوم مع مجيء رئيس جديد الجمهورية عنده حضور شعبي وعنده تجربته حتى يرجع يعيد لبنان الى منظومة الدول الحي ايا انه انتخاب مع الوزير بتعتبره يمثل حقيقة الوجود أنا هالموضوع صرت بطاطب فيه كثير نحن مش مطلوب مننا نختري على الديمقراطية مطلوب مننا انطبق وبيئتفق طائف فيه نص يقول انه من قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية هذا التمثيل يعني الدول الحي اعتمد انواع انواع منها والاكترية المتقدمة اعتمدت الدائرة الفردية يعني حيث يستطيع كل واحد ان يحاسب النائب بشكل مباشر لانه دواء وان من وان فوت يعني لا وان من وان فوت غير الدائرة الفردية تتجاوز دائرة الاطار تكون لك بصوت بالجمهورية كله وتنتخي بالبدكي هلا نحن في عنا مشكلة انه بين التوزيع المذهب والطائف وال اختلاط بالمناطق ووجود اكتريات من مذهب معينة في مناطق تؤثر في انتخاب الآخرين ولكن انا بعض اعتقد انه الوان من وان فوت او الدائرة الفردية هي الاسلام ونحن وضعنا وهذا بنقول وضعنا يعني نحن وضعنا هالشي باتفاق الطائف بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري كان مفروض ان يجرى التقسيم الاداري الجديد السوري مهامة في لبنان وبسطت الدولة سيادتها على جميع الاراضي اللبناني بقواها الذاتية واعيد العمل بانتفاقية الهدنة وعند ذاك حكومة تستطيع ان تجري الانتخابات بنزاهة وتنتج مجلسا النيابيا اما اللي حصل هو انه دغري اغرقوا مجلس النواب بالمعينين وقابوا بحل هذا المجلس بذاته يعني بضمن الانون وعملوا انون معلب ومبارحة مجلس النواب يستنسق فيه مجالس مستنسقة والحكم بستنسق والرؤساء مستنسقية يعني بالنتيجة ما فيه ممارسة ديمقراطية صحيحة هلا اليوم بهذا المجلس على علاته وبالرغم من انه كان فيه رفض انه هو يعمل انتخاب لرئيس جمهورية لانه فيه تشكيك فيه انه هذا عار انه ينتخب بالرغم من كل ج انتخب رئيس جمهورية وصار عنا رئيس جمهورية جديد وهلا ببعبد وفتح للأصر الجمهورية وان شاء الله يوم عيد الاستقلال يرجع يصير فيه جو حقيقي بالبلد لإحياء الذاكرة الاستقلالية يعني بدنا المسيرة طويلة ما تفكر انه كبسة تزر بيرجع لبنان مثل مكات صحيح نحنا منشد على المعلومات لقلتها وأكيد نحنا منتمنى من العهد جديد مثل ما تفضلت وقلت مع الوزير انه يحمل هموم ومشاكل الناس طبيق الدستور طبيق الطائف طبيق القوانين نحن نحن نشكرا لك منضيفنا بخل تكلم معين أهم شي وأنا بدي حي تلالومير وحي الجي ان ان لأنه بالنتيجة لازم يكون في حدا عاب ببلغ إعلاميا بأخلاقية دون إثارة ودون توظيف المعلومة بشكل يعني انتفاعي نحن اليوم على اهبط انه بلج لبنان عهد جديد ووضعين أمل كبير بالرئيس والأكيب اللي بدوا يختاروا حتى ينهض بالبلد شكرا مرة جديدة لأقلك ولمدخلتك مع الوزير مشاهدين عم نتقل للأسم الثالث والأخير من رئيسيات تقرير قناة جي أنعا تاريخ لا يلغى بقرار بين جمهورية لبنان الحرب وجمهورية لبنان الطائف لم يحكم رونيم عوض ليتسنى للبنانيين والتاريخ إصدار حكم تفصيلي له أو عليه كان من أولئك الرجال الذين يعرفون القصة قصة لبنان بمبررات قيامه واستمراره تميز باعتداله وانفتاحه ودخل المعترك السياسي في العام 1951 انتخذ للمرة الأولى نائباً عن صغيرة العام 1957 تسلم من العام 1961 حتى أواخر العام 1964 حقيبة البرق والبريد والهاتف في حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب وفي العام 1969 تسلم حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية ثم الأشغال العامة في العام نفسه في حكومتي الرئيس كرامي في عهد الرئيس شارل الحلو عشرون يوماً ما بين الانتخاب والاختيال قضى رونيم عوض غدراً يوم عيد استقلال لبنان سنة 1989 بعد خروج لبنان من حرب أهلية وبعد توقيع اتفاق الطائف كان اللبنانيون يحتفلون بالذكرى السادسة والأربعين لعيد الاستقلال في ظل رئيس الجمهورية اسمه رونيم عوض منتخب منذ 17 يوماً وذلك بعد 409 أيام من الفراغ الذي استولد حكومتي سليم الحص وميشيل عون في الحال والعشرين من تشرين الثاني لعام 1989 يواجه رونيم عوض كلمة الاستقلال إلى اللبنانيين وفي اليوم التالي كان اللبنانيون بانتظار حفل الاستقبال التقليدي في مقر استرايا الحكومية أصر معوض على الاحتفال بالاستقلال مؤكداً أنني أخاطر بحياتي للحفاظ على الروابط بين كل فئات لبنان أكثر من ثلاث ساعات قضاها معوض وإلى جنيبه الحسين والحص في استرايا يضعون يدهم في يد المهنئين يخرج فخامته ليعود إلى منزله في تمام الساعة الثانية إلى عشر دقائق وعند تلك النزلة المعروفة بحبس النسوان كان بانتظار معوض 250 كيلوغرام من المتفجرات معوض الذي كان ينظم بالأمس موضوع توزيع الأكاليل على الأضرحة صار اليوم رجلاً للاستقلال وتحول معه العيد إلى ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية وبالوحدة الوطنية تنجح الأجيال دوماً في ربح المستقل ترشح ليس الهراوي ابن حوش الأمرة للانتخابات النيابية للمرة الأولى في دورة العام 1968 عن دائرة زحلة لكنه لم ينجح في الوصول إلى المجلس إلا في دورة العام 1972 بعد ترشحه على لائحة النائب جوزاف سكاف في الرابع والعشرين من تشرين الثاني العام 1989 وبعد مرور يومين على اغتيال الرئيس رينيم عوض انتخب ليس الهراوي رئيساً عاشراً للجمهورية اللبنانية منذ الاستقلال في فندق بارك أوتالشتورة بأصوات 47 نائباً من أصل 53 فيما خمسة نواب اقترعوا بأوراق بيضاء وفي العام 1995 أقر المجلس النيابي قانون التعديل الدستوري بتمديد ولاية الهراوي ثلاث سنوات فحظي بولاية مدتها تسع سنوات انتهت في الثالث والعشرين من تشرين الثاني من العام 1998 كان أول من طرح موضوع الزواج المدني لأنه كان يعتبر هذا الموضوع ينهي الصراع المذهبي في لبنان ويقرب الناس إلى بعضهم فكانت معارضة قوية من دولة الرئيس رفيق الحريري على الرغم من العلاقة الجيدة التي تجمعهما وطوال حياته عرف بعفويته البالغة في السياسة والشؤون العامة والعلاقات الشخصية على السواء لدى انتخابه رئيساً للجمهورية صرحا أنه ليسمح باستمرار التمرد وأنه يريد تشكيل حكومة وطنية وفي أول جلسة عمل له أصدر مرسوماً يحمل رقم ثلاثة أعفى بموجبه الجنرال ميشيل عون من مهامات وظيفته وعين العميز أميل أحوت قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد لقد أثر لهراوي الكتابة والحديث عن حياته ودون ذكرياته وضمنها وصائق ومعلومات لم يعرفها أحد هذا ما قربه من الناس أكثر فأكثر حيث كان له دور بارز في تأليف كتلة برلمانية مارونية مستقلة عن الحرب الطائفية في نهاية ولايته تم تعديل الدستور وانتخب قائد الجيش إميل لحود رئيساً للجمهورية اللبنانية ثم توفي لهراوي بعد صراعاً مع المرض في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت وفي غيابه يتذكره أبناء البقاع وزحل بالذات الذين أحبهم وأحبوه هل تريدون بناء الدولة كما يجب أن تكون؟ ترجمة نانسي قنقر هو ابن العماد جميل لحود أحد قادة الحركة التحريرية إميل لحود تولى المنصب الرئاسي من العام 1998 وحتى العام 2007 ومنذ أن تولى مقاليد الحكم عمل على ترجمة خطاب القسم واقعاً على الأرض وهو المعروف عنه منذ الصغر عدم تحبيذه السلوك غير المستقيم فكان يقوم بزيارات فجائية إلى المقار الرسمية للتأكد من سير العمل ومعاينة ورش العمل وحسن إدارتها لربما هذا الأمر له علاقة بانتمائه إلى الدولة فقد انتسب إلى الكلية الحربية في العام 1956 وعين قائداً للجيش في العام 1989 بعد إقصاء قائد الجيش الأسبق ميشيل عون خضع لدورات داخلية في توجيه الطائرات والمخابرات ولدورات خارجية في مجال البحرية وحد الجيش وجعله مؤسسة قوية انطلاق من رصده قائداً للجيش انتخب رئيساً للجمهورية بأعلى نسبة أصوات في مجلس النواب اتفق عليه وطنياً فعدل الدستور لأتولى هذا المنصب بتأييد شعبي ونيابي واسع دفع الكثير ثمن مواقفه مع الأمريكيين لسيما بعد حواره مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت حيث طلبته في مكالمة هاتفية بأن يوافق لبنان على الانسحاب الإسرائيلي قد تم خلال العام 2000 لكنه لم يوافق كان القرار اللبناني بالتمديد للاحود ثلاث سنوات في العام 2004 أمام مفترق طرق فالبعض اعتبر هذا الأمر إيجابياً أما البعض الآخر فانتقده الرئيس إيميل للاحود رفض التوطين والتقسيم لكن السنوات الأخيرة كانت تشكل عبءاً عليه فبعد اغطيار رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في العام 2005 تم إجراء انتخابات نيابية أدت إلى فوز ما يعرف بتحالف الـ 14 من أذار بأغلبية المقاعد النيابية والتي بدأت بمقاطعته ومن ثم مطالبته بالاستقالة ومع انتهاء ولايته غادر للاحود القصر عقب فشل الأطراف السياسية في التوافق على رئيس جديد للبلاد لكن كان له مقولة لبنان يحتاج إلى رئيس توافقي العبء كان ثقيلاً لكن الرئاسة لم تغير ابن الواحد والسبعين عاماً إيميل الأب والزوج والابن ظل محافظاً على نظام حياته بدقة والتزام كان هو الرئيس التوافقي المخلص للبنان فبعد أن اشتدت الخلافات بين المعارضة والموالات حول المرشح لرئاسة الجمهورية ظهر في الأفق خيط الحل التوافقي المتمثل بالرئيس ميشيل سليمان في العام 2007 قامت الموالات بتبنيها اسم قائد للشيش العماد ميشيل سليمان كرئيس توافقي داعية إلى أوسع تضامن وطني حول هذه المبادرة قبلت المعارضة بهذا الترشيح إلا أن عملية انتخابه تعطلت ليس بسبب الخلاف على شخصه لكن بسبب الخلاف بين الفرقاء على الآليات المرتبطة بتوليه المنصب مثل تشكيل حكومة جديدة وقانون الانتخابات لكن بعد توقيع الفرقاء اللبنانيون على اتفاق الدوحة في العام 2008 انتهى الخلاف وأصبح العماد سليمان رئيسا للبلاد سليمان السياسي اللبناني من بدينة عمشيت في قضاء جبيل تولى الرئاسة خلفا لإيميل لحود بعد فراغ استمر ستة أشهر وانتهت ولايته في العام 2014 هذا القائد العسكري كان قد حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية كما على الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو الوطني للعلاقات الدولية قبل المنصب الرئاسي وهو الذي كان مترأسا فرع المخابرات في جبل لبنان في العام 1973 ترقى مرارا في السلم العسكري إلى أنصار عمادا قدم سليمان أداء مميزا في قيادة الجيش وتقلد العديد من الأوسمة والميداليات كما نال العديد من التهاني خلال نشاطه الوظيفي في الجيش وعندما غادر القصر كان له مقولة استودع أمانتي لدى حكومة المصالح الوطنية برئاسة سلام الذي أثق بكلمته وسأبقى مع شعبي الطيب فخورا بأصالته وتضحياته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر